السلام عليكم. اهلا بكم في قناة هاشتاج. في البداية احب اوضح حاجة ان الفيديو ده استكمالا للفيديو السابق اللي انا شرحته كان خاص بالشغل اسكان الاجتماعي لمتوسط الدخل. للوزارة نزلته طبعا وطرحته يوم تسعتاشر سبعة عشرين عشرين. والمحافظات اللي نزلت كانت هي القاهرة والجيزة والاليوبية والمنوفية والشرقية والدمياط واسيوت والمينيا. دي المحافظات اللي نزلت في العلان ده. وخاص طبعا لمتوسط الدخل. اه وانا طبعا شرحت في الفيديو ده شروط الحجز والاوراق المطلوبة. وازاي تدفع مقدم الحجز. اه وكيفية التقديم ورفع اوراقك على موقع صندوق التاميل العقاري. وكل الدفعات اللي بتدفعها. اه لو عايز تعرف التفاصيل كاملة هتلاقيها طبعا انا بنزلك الفيديو ده على القناة. وهحط لك الرابط بتاع الفيديو ده اسفل الفيديو اللي انا بشرحه دلوقتي ده في الوصف بتاع الفيديو. تقدر تضغط عليه وتقدر ترجع له. لو انت عايز تقدم على شغل الاسكان الاجتماعي متوسط الدخل بمشروع سكن مصر او دار مصر او مشروع جنة لازم تتفرج على الفيديو ده للنهاية. لان في الفيديو ده هعرف ك على حاجات مهمة جدا. لازم تاخد بالك منها قبل ما تحجز وتدخل في الموضوع. هعرفك في الفيديو ده ان شاء الله ازاي تحسب القصة الشهري بتاعك. اه اه لمتوسط الدخل طبعا بالنسبة لمشروع سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة. وهناخد طبعا اه مسال عملي من كل مدينة في المشروعات دي. لسعر شقة واعلى سعر شقة. في كل من المشروعات من مشروعات التلات اللون. وهنشوف مع بعض ازاي احنا بنحسب القصة الشهري بتاعنا. والاقصات اللي احنا هنتفحها من اول سنة الاخر سنة. وهنعرف في النهاية اجمالي سعر الشقة هيكون كام بعد عشرين سنة. في البداية هيحذرك لكونت اول مرة تتفرج على الفيديو وعا القناة. اتمنى حزيك الاشتراك في القناة. لان اشتراك في القناة يومسل دعمك باللينا وبشجعنا على السمرار. في البداية قبل ما ادخل في التواصيل اه عايز اقول لكم على حاجة اه بالنسبة طبعا للمصاريف الادارية اللي بتتفحها اللي هي واحد في المية. اه ونص في المية مجلس امنا. وخمسمائة جنيه اللي هي مصاريف تسجيل. الحاجات دي طبعا بمجرد خلاص دفعتها. لو مش عايز تكمل في المشروع بتروح عليك. يعني واحد ونص في المية. اه المصاريف ادارية ومجلس امنا واحد ونص في المية طبعا من القيمة بتاعت الشقة. دي خلاص بتروح عليك. بالاضافة لخمسمائة جنيه المصاريف تسجيل. بعدها في البداية خلاص بحب اوضح النقطة دي. لاني حالك لو حبيت بعد كده اه خلاص ما تكملش المشروع. الحاجات دي بتروح عليك. لكن اي حاجات اي حاجة تانية بتتفحها اه بتقدر تستردها عادي. نبدأ مع بعض من شاء الله هنتكلم على مشروع سكان مصر. اه بالنسبة لسكن مصر. طبعا الورقة دي موجودة في كراسة الشروط. وانا كراسة الشروط طبعا بالنسبة لسكن مصر ودار مصر. مشروع جنة. هحطو لكم الراوض بتاعتها المباشرة في الوصف اه اسفل الفيديو ده. الورقة دي هتلاقوها في كراسة الشروط طبعا. واحنا طبعا هنبدأ نشتغل عليها عشان خطر نبدأ نبين القصة الشهري بتاعنا كام. اللي هو بيبدأ في اول سنة وفي اخر سنة بيكون كام. واجمال الشقة بعد عشرين سنة هيكون كام. هنبدأ بالتفصيل الحاجات دي هنبدأ نوضحها حاجة حاجة في كل مدينة. زي ما قلت لحظكم في البداية خالص. هناخد من كل مدينة اقل سعر شقة واعلى سعر شقة. هناخد يعني النموذجين من كل طبعا مدينة. فالورقة دي اللي هي موجودة في كراسة الشروط بتوضح لك حاجة معينة. هما طبعا هم هم هحطين هنا نموذج السرشادي عشان تخضر تبني عليه بقية ايه? بقية الشقة التانية. فهم هحطين طبعا هي طبعا هنا اقل سعر شقة واعلى سعر شقة. وحطين وحط لك طبعا ايه? اللي هو اول قصة انت بتدفعه. ومش همش موضحين ايه الاصلات اللي هتقدر تدفعها بعد كده. وايه ثمن الشقة هيكون كام بعد عشرين سنة. فهنا ان شاء الله هحسب لكم مع بعض النهاردة. آآ سنة سنة كل قصة لكل سنة. هتدفعه كام? والاجمال الشقة بعد عشرين سنة هيكون كام? هنبدأ نحسب مع بعض زي ما قلت لكم مدينة مدينة. فهو طبعا هنا آآ آآ موضح لك في البداية الخالص. اللي هو بيقول لك طبعا آآ آآ المدة عشرين سنة بزيادة سنوية للقصة سبعة في المية. هنعرف مع بعض ازاي الزيادة السنوية هتكون للقصة. زي ما انتم شايفين الحاجات دي طبعا انا هحطها بجدول هيبدأ اشتغل عليها. تمام? بالنسبة طبعا لسكن مصر ودار مصر ومشروع جنة. آآ في البداية رازم اوضح لكم حاجة معينة. هنبدأ آآ نحسب الحاجات اللي احنا بنتفحم البداية للنهاية. في البداية خلص بتدفع طبعا آآ مقدم جديد حجز. بالنسبة لسكن مصر بيبقى اربعين الف جنيه. بالنسبة لدار مصر بيبقى ستين الف جنيه. بالنسبة لمشروع جنة بيبقى تمانين الف جنيه. آآ لازم اوضح لك حاجة معينة عشان خطر ما تتخشي مني في اسنان الشرح. الاسط الشهر بتاعي انا بتحسب ازاي? اللي هي سبعة في المية سنويا الزيادة. بتتحسب ازاي على كل اسط او كل سنة. آآ طبعا هناخد هنا نموذج على آآ شقة في مدينة آآ ستة اكتوبر في مشروع جنة. هشرح لكم الموضوع بالتفصيل خالص من البداية. يعني في البداية خالص بتدفع مقدم جدية الحاجز زي ما انتو شايفين كده. تمانين الف جنيه. بعد تلات شهور بتدفع طبعا عشرة في المية. اللي هو طبعا عشرة في المية من قيمة الوحدة. اللي هي قيمة الوحدة زي ما انتو شايفين هنا. مليون تسعة بتسعين الف تسعمية اه درابين. آآ بتدفع عشرة في المية. بعد بعد كده لما بتجي تستلم. بتكمل كل اللي انت دفحته. آآ آآ من ثمن الوحدة. ده بالنسبة لمشروع جنة ومشروع ضم مصر. بتكمل كل اللي دفعته لعشرين في المية. اما بالنسبة لسكن مصر آآ النظام بتاعه في الاسناء دي سنة حاجة مختلفة شوية بسيطة يعني. بس ما بتفرقش كتير. هو هنا بيقول لك بتستكمل عشرين في المية. ده بالنسبة لمشروع جنة ومشروع ضم مصر. لكن سكن مصر بيقول لك بتدفع دفع التعاقد خمسة في المية. هي طبعا مفارقتش كتير. يعني حاجات بسيطة. لو انت جيت حسبتها العشرين في المبلغ اللي انت بتستكمله في مشروع جنة ومشروع ده المص عشان توصل لعشرين في المية. لو حسبتها هتلاقيها تقريبا كده في حدود خمسة في المية. وهو طبعا في مشروع في مشروع سكن مصر بقول لك لازم انت تستكملي طبعا هي خمسة في المية من قيمة الوحدة. آآ لان طبعا سكن مصر آآ لو جيت في بعض المدن لو حسبت دفعة مقدم آآ اللي هي طبعا آآ اربعين الف جنيه ودفعة عشر في المية من قيمة الوحدة اللي حسبتهم على بعض هتلاقيهم ممكن يعني في بعض المدن هتلاقيها طبعا اعلى من عشرين في المية. عشان كده هو بقول لك في سكن مصر هتدفع لي خمسة في المية عند الاستلام. مش بقول لك هتستكملي العشرين في المية. يريد طبعا يكون الجزية دي بالنسبة لكم كده واضحتي. يعني مشروع سكن مصر الحاجة الوحيدة المختلفة في المشروعات التانية ان انت اثناء التعاقد بتدفع خمسة في المية. مش بتستكمل عشرين في المية زي مشروع جنة ومشروع دار مصر. يا رب تكونوا النقطة دي بالنسبة لكم واضحة. ننجح تاني المسال اللي معنا هنا. زي ما قلت لك هنا بتستكمل عند الاستلام آآ كل اللي انت دفعت في عشرين في المية. طب هو اصلا تمن الوحدة على عشرين في المية من تمن الوحدة كام? بتضرب قيمة الوحدة في عشرين في المية. هيدي لك هنا انا هاسبها هنا على عشرين في المية. عشرين في المية من ثمانة واحدة. المبلغ متين وتسعة عشر تسعمية تمانية وتمانية. تمام? اه بتشوف طبعا التمانين الف بتجمع عليها المية وتسعة الف تسعمية اربعة وتسعين جنيه. بتجمعهم على بعض. وبتطرحهم من اللي هو ايه متين وتسعة عشر. هيدي لك الفرق اللي انت هتدفعه عند الاستلام تسعة وعشرين الف تسعمية اربعة وتسعين. ده هتدفعه عند الاستلام. بالنسبة للنموذج اللي معنا هنا. يبقى كده حقيقة كانت تقول اللي دفعته. لغاية لما تيجي تستيلم عشرين في المية. عشرين في المية تمثل كام? متين وتسعة عشر الف تسعة مية تمانية وتمانين جنيه. طيب الجزء الباقي هيفضل معك كام? هيفضل تمانين في المية من تمن الوحدة. تمانين في المية بتحسب ازاي? اجمالي الوحدة اللي هو مليون تسعة وتسعين الف تسعمية واحد وربعين جنيه هنا تطرح منه العشرين في المية هيبقي معك تمنمية تسعة وتسعة وسبعين الف تسعمية اتنين وخمسين جنيه. تمام? ده ده اللي هو البنك هيبدأ مولهو لك على مدة عشرين سنة. طيب في النموذج بتاعنا هنا في اول سنة آآ جايبه لك طبعا في القراسة اللي هو موجودة. قراسة الشروط. زي ما انتم شايفين كده. قادي الورقة الموجودة في قراسة الشروط. قادي النموذج بتاعنا اللي هو اقل حاجة في اكتوبر في مشروع جنة. ستة اكتوبر. اللي هو مليون تسعة وتسعين الف تسعمية واحد ربين. القصة بتاعك في اول سنة هو حصل لك هنا. اربع تلاف متين واثنين وتمانين. جنيه. واربعتاشر قرش. ده اول حاجة. ده اول سنة. طيب هنجي نحسب بعد كده السنوات اللي بعد كده. قادي اول حاجة زي ما قلت القصة الشهري في اول سنة. اربعة تلاف متين اتنين وتمانين جنيه واربعتاشر قرش. بيقول لك زيادة سنوية سبعة في المية عن القصة. طيب. يعني ايه زيادة سنوية سبعة في المية? يعني القصة بتاعك في السنة دي كان اربعة تلاف متين وتمانين. السنة اللي بعدها هتزود عليها سبعة في المية. تمام? ادي الفايدة اللي هي سبعة في المية. بالاضافة المبلغ الاصلي اللي هو اربعة تلاف متين وتمانين. فلما جمعناهم على بعض المبلغ طلع كام? اللي هو القصف السنة القص الشهري للسنة التانية? اربعة تلاف خمسمية واحد وتمانين جنيه. طيب السنة التالتة بقى بتشوف السنة اللي قبلها على طول. يعني ما بترجحش للسنة الاولى. لا بتشوف السنة اللي قبلها على طول. وبتضربها في سبعة في المية. بتبقى الفايدة بتضيف عليها طبعا ايه? القص المبلغ بتاع القص بتاع السنة اللي فاتت. يعني ادي الفايدة. اربعة تلاف خمسمائة وتمانين بتاع السنة اللي فاتت بتضربه في سبعة في المية. ده الجزء اللي هيزيد السنة دي اللي هو السنة التالتة. بالاضافة طبعا اصلا المبلغ الاصلي. المبلغ الاصلي بتاع السنة اللي قبلها اللي هو اربعة تلاف خمسمائة وتمانين. طبعا ما بتجمعهم على بعض بيديك قصة السنة التالتة اربعة تلاف تسعمائة واثنين لكل شهر. تمام? نقول الجزئية دي تاني مع بعض. او حادث لطبعا في فرص الشروط. اول است في اول سنة. اربعة تلف متين اتنين وثمانين. بيقول لك الاست ده كل سنة هيزيد سبعة في المية. طيب السنة اللي بعدها لما يزيد سبعة في المية بتضرب المبلغ ده في سبعة في المية. تمام? لما تضربه في سبعة في المية وبالزوض على الاست الاصلي اصلا. اللي هو اربعة تلف متين اتنين وثمانين. لما بتجمع ده يعتبر الجزء ده يعتبر الفايدة. او الجزء الزيادة السبعة في المية. بالاضافة المبلغ الاصلي اللي معاك. فلما بتجمعهم على بعض بديك قصة الشهر بتاع السنة التانية. نفس القصة في السنة التالتة. الزيادة السنوية بتاعت القصة على السنة اللي قبلها اللي هي السنة دي. سبعة في المية قاية الزيادة السنوية. بالاضافة المبلغ الاصلي اللي معاك. اللي هو بتاع السنة اللي قبلها. سنة اللي هو بتاع السنة التانية. اللي هو المبلغ ده. بتجمعهم على بعض بيديك الاسط اللي هتدفعه في السنة التالتة. بنفس الطريقة دي هنبدأ نشرح الحاجات اللي ايه? المتاحة لبقية الوحدات في كل مدينة. اللي هي اقل السعر واعلى سعر. في كل مدينة. هنبدأ اه بنفس الطريقة كده. هنحسب ونشوف طبعا الاسط الشهري بتاعك بتاع كل سنة كام? واجمال المبلغ للشقة بعد الشين سنة هيوصل كام? تمام? يارب يكون النقطة دي كده خلاص كده يعني ارفت اوضحها وتوصل المعلومة توصل لحضراتكم. اه اه ندخل على سكن مصر. اول حاجة طبعا اكتبر الجديدة. ده اول مدينة طبعا في سكن مصر. المبلغ بتاع اقل مدينة ستمية تلاتة وتمانين الف مكسور. المبلغ جديد الحاجز قربين الف جنيه. بعد تلاتة شهر بتدفع عشرة في المية من المبلغ ده. بيديك تمانية وستين الف. بعد كده زي ما قلت انا سكن آآ سكن مصر هو دفع التعاقد. مش بتستكمل دفع التعاقد خمسة في المية. آآ آآ بعد كده اجمالي آآ اجمالي شقة بيبقى يعني الخمسة في المية دي. تقريبا كده بتلاقيها طبعا ايه? يعني لحسب تعلق بعض كده بتلاقي ممكن يعني في حدود عشرين في المية من تمانين الواحدة. ده اللي انت بتدفعه لغاية لما تيجي تستدم. اللي هو المبلغ ده. المبلغ الباقي خمسمية ستة وربين الف ربعمية اربعة وتلاتين. ده اللي هو المبلغ اللي انت هتبدأ آآ اتخلي البنك يمولك عشان خطر ايه? تبدأ تقصت معه. في في النموذج ده اللي هو اقل شقة اقل سعر شقة في اكتوبر في مشروع سكن مصر. لازم يكون الدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن ستة الاف وسبعمائة جنيه. ده اول نموذج. النموذج التاني اللي هو طبعا اعلى سعر شقة في اكتوبر في سكن مصر. اللي هو سبعمائة وتسعين وربعمية اتنة وتمانين. نفس القصة عشر في المية وضفها التعاقد. آآ اجمالي البنك اللي هيمولك به آآ ستة آآ ستة مية وتلاتين الف وقصور. الدخل الشهري بتاعك ما يقلش لو عايز تاخد الوحدة دي. المبلغ ده. لو استاخد الوحدة بالمبلغ دي. آآ ما يقلش الموضة بتاعك عن سبع تلاف سبعمائة جنيه. تمام? آآ نيجي نبص على الاقصاد بتاعتك. القسط الشهري الاول سنة الفين ستمية تسعة وخمسين وتلافتاشر جنيه. يعني السنة الاولى حضرتك لما بتجي ديت فتضرب القسط الشهري ده في اتناشر. بيديك اجمالي بتاع السنة الاولى. تمام? اللي انت بتدفعه في اول سنة. القسط الشهري نفس القصة للسنة التانية زي ما انا حسبتها لكم في المسال اللي خدنا قبل كده. عد القسط الشهري بتاع السنة التانية. بتضرب المبلغ ده بسبع في المية زائد قسط بتاع السنة اصلا. الهو المبلغ ده. بيديك بيديك الاست الشهري الفين تمامية خمسة وعبين. يبقى السنة التانية لما بتضرب الرقم ده في اتناشر شهر بيديك اجمال السنة اربعة تلاتين الف مية تلاتة وعبين جنيه. نفس القصة كده هنعد ماشيين لغاية لما نوصل السنة العشرين. لغاية لما توصل سنة عشرين اجمال الثمان الشقة او الوحدة بعد مره وعشرين سنة. بيوصل معك في اول نموذج في اقل حاجة اللي هو ستمية تلاتة وتمانين. بيبقى طبعا في حدود الضعف مليون تلتمية وتمانية. نفس القصة في النموذج التاني اللي هو اعلى حاجة على سعر شقة في اكتوبر. بيوصل معك مليون خمسمية وتلاتة اشر. تمام? ده بالنسبة لأكتوبر. اه انا كده طبعا اه اوضحت لكم الموضوع في اكتوبر وشرحت تفصيلا. فانا هابدأ يعني في الموضل التانية هابدأ اجري بسرعة معكم كده. عشان خطر طبعا نقطة بتاع الفيديو. بالنسبة للقاهرة الجديدة. ادي تمن الوحدة. ودي مبلغ جديد الحاجز والتلاتة الشهور والدفاع التعاقد. وايجمالي. اه الاجمال عشرين في المية. والتمويل العقاري تمانين في المية من تمن الوحدة. الدخل الشهري. لو عايز تاخد حاجة في القاهرة الجديدة واهل حاجة اهل سعر شقة تسعمية تسعمية اربعة وعشرين الف. ده اقل سعر شقة في القاهرة الجديدة في مشروع سكن مصر. لازم يكون الدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن تسعة تلاف جنيه. طيب لو عايز تاخد اعلى حاجة في القاهرة الجديدة في مشروع سكن مصر. بيبقى تمانها تسعمية تمانين وربعين الف. والدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن تسعة تلاف وتلتمائة جنيه. تمام? القصة الشهري بتاعك في اول سنة بيبقى تلات تلاف خمسمية تمانية وتسعين. لو انت عايز تاخد اقل سعر شقة. لو عايز تاخد اعلى سعر شقة بيبقى الاسط الشاهي في اول سنة تلاتة تلاف ستو مئة واتنة وتسعين. تمام? طيب نشوف نشوف السعر الشقة دي بعد اشين سنة كام? الشقة اللي هي تمانية دلوقتي تسعمية اربعة وعشرين الف. تمانية بعد اشين سنة مليون سبعمية وسبعين الف. واعدة شقة دلوقتي في القاهرة الجديدة في ساكن مصر تسعمية اربعين الف دلوقتي بعد عشرين سنة هيبقى مليون تمانية وستاشر. طيب الروح للمينيا الجديدة. اقل سعر شقة تلتمية اربعة وستين الف. تمام? لو استاخد اقل سعر شقة طبعا هيبقى تلتمية اربعة وستين الف. الدخل الشهر بتاعك ما يقلش عن تلات تلاف ستة مئة لو استاخد الوحدة دي. لأ انت عز تاخد اعلى حاجة واكبر مساحة واعلى واعلى تمييز يعني ربعمية واحد وعشرين الف مئتين وستين جنيه. الدخل الشهر بتاعك ما يقلش انا ارباح تلاف ومية. تمام? اول قصة طبعا في اول سنة. للاول اقل اقل سعر الشقة يبقى الف ربعمية وسبعتاشر. للتانية على اعلى شقة اه الف ستمية تسعة وثلاثين. نشوف تماما الشقة دي بعد عشرين سنة هيبقى كام? اقل سعر شقة بعد عشرين سنة هيبقى ستمية سبعة وتسعين. والربعمية واحد وعشرين الف هتبقى ثمانمية وستة الف. تمام? نشوف غرب انا. اقل سعر شقة تلتمية وتمية وتمية وستين الف متين ستة وتمانين. الدخل الشهر بتاعك ما قلش عن تلات تلات ستمية. لو عايز تاخد اكبر مساحة واحسن تميز هتبقى سعر الشقة اه اه ربعمية ستة وعشرين الف امتين وستة واشم. والدخل الشهري بتاعك ما قلش عن اربعة تلف ومتين جنيه. تمام? اول قصة في اقل سعر شقة الف ربعمية تلاتة وتلاتين. الاول سنة طبعا. اه النموذج التاني اللي هو اعلى سعر شقة في غرب بقنا. اه القصة الشهري الاول سنة قلش ستمية تسعة وخمسين. نشوف السعر بعد اشين سنة كامل? هيبقى سبعمائة وخمسة لقل سعر شقة اللي هو تلتمية امين وستين. والبقى حاجة هتبقى تمنمية وستاشر. نشوف اخر حاجة معنا في سكن مصر. اه ناصر غرب قصيوت. اقل سعر شقة تلتمية اتن وسبعين الف. والدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن تلات تلف سبعمية. اعلى حاجة اه ربعمية وستلاتين الف. والدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن اربعة تلاف ومتين جنيه. اه النموذج الاول اقل حاجة بيبقى القصة الشهري الاول سنة الف ربعمية وخمسين. اعلى حاجة بيبقى الف ستمية تمانية وسبعين القصة الشهري الاول سنة. طيب بعد عشرين سنة سعر الشقة بيكون كام? تلتمية وتن وبانوذج سبعين الف بيبقى التمن بتاعها سبعمية وتلات تلات تشر. وربعمية وتلات تلاتين بيبقى سعرها تمنمية وعمسة وعشرين الف. ده بالنسبة لسكن مصر. نروح على دار مصر. اه نروح على خمستاشر مايو. اقل له سعر الشقة سبعمية خمسة وتلاتين. الInst neoliberals مشهر بتاعها اول سنة بيبقى الفين تمنمية اتنين وستين. والدخل للشهر بتاعك ما يقلش عن سبعة تلاف وماتين جنيه. واعلى حاجة طبعا اعلى شقة في خمستاش مايو. آآ سبعمية وتسين الف. والدخل للشهر بتاعك ما يقلش عن سبعة تلاف وسبعمائة جنيه. وقسط الشهر الاول سنة تلات تلاف وتن وتمانين. فنشوف سعر الشقة دي بعد عشرين سنة. النموذج الاول هيبقى مليون ربعمائة وتمانية. النموذج التاني هيبقى مليون خمسمية وستاشر. تمام? نشوف بعد كده استادات. اقل لحاجة اقل لسعر الشقة ستمية اتنين وسبعين الف تسعمية خمسة واربعين جنيه. وعلى حاجة سبعمائة اربعة وشرين الف. وقسور تمام. الدخل للشهر بتاعك السعر الاول هيبقى ستالاف وستمائة جنيه ما قلش عن ستالاف وستمائة جنيه. والنموذج التاني ما قلش عن سبعة تلاف ومات جنيه. القسط الشهر الاول سنة الفين ستمية وتسحطاشر نموذج الاول. بالنسبة للموذج التاني الفين تمامية وعلى وشرين. طيب سعرها بعد عشرين سنة هيكون كام? اول حاجة هيبقى مليون متين تمانية وتمانين. النموذج التاني هيبقى مليون تلتمية سبعة وتمانين. نشوف العشر من رمضان. طبعا هي نزلة طبعا بسعر واحد. ومساحة واحدة. آآ سبعمية وتسعة الف ربعمية وعشرة. آآ الداخل الشهري بتاعك ما قلش عن ستالاف وتسعمائة ستالاف وتسعمائة جنيه. ولست الشهر الاول سنة الفين سبعمائة وستين. طيب سعرها بعد عشرين سنة هيكون كام? مليون تلتمية تمانية وخمسين. لو حضرتكم عايزين تطلعوا على على التفاصيل الكاملة بتاعة الوحدات دي هتلاقوا طبعا كراسة الشروط. فانا مش عايز ادخل في تفاصيل هي موجودة في كراسة الشروط. تقدر ترجع لها وتقدر يعني تعرفها بسهولة جدا. زي المساحة بتاعت الشقة مسلا يعني. تقدر تبص الكراسة الشروط. وتشوف المساحة. فانا بشرح لك الحاجات الفنية اللي هي يعني محتاجة شرحي شوية. نشوف اخر نشوف اخر حاجة حدايا الطوبر في مشروع دار مصر. اقل سعر شقة تسعمية واداشر الف والدخل الشهر بتاعك ما قلし عن تسحت تلاف جنيه. النموذج التاني اعلى بسعر شقة تسعمية واثتا size الف. والدخل الشهر بتاعك ما يقلش عن تسحت다면 ستتمين جنيه. اول وبعد كده الاست الشهر الاول للموذج. سرهاatterي. اه لقص الشهر الاول سنة. في النموذج الاول تلات تلاف خمسمائة تسعة واربعين جنيه. آآ حصت التاني. آآ للدموذج التاني. هيبقى قصة الشهر الاول سنة. تلات تلاف تمنمية تمانية وعشرين. طيب السعر بتاعها بعد عشرين سنة هيكون كام? بتاع نموزج الاول والتاني. النموزج الاول هيبقى سعرها. مليون سبعمائة خمسة وربعين. النموزج التاني هيبقى مليون تمانمية وتمانين. ده بالنسبة لدار مصر. هنشوفوا المشروع جلنا. مشروع جلنا طبعا يعتبر اعلى مشروع من مشروعات التلاتة. اصار علي طبعا. اه سعر سعر الشقة في اكتوبر. في السادس من اكتوبر. مليون اهل لحدة طبعا. مليون تسعة وتسعين الف. وعلى حاجة مليون تلتمية واربعة. الدخل الشهري بتاعك هنا ما يقلش عن احداشر الف جنيه. وهنا طبعا ما يقلش عن تلاتاشر الف جنيه. الاسط الشهري الاول سنة في النموزج الاول اربعة تلاف متين وتمانين. النموزج التاني خمس تلات وتمانين. تمام? بعد عشرين سنة سعرها هيكون كام? النموزج الاول هيبقى اتنين مليون مية وستة الف. النموزج التاني اتنين مليون ربعمائة تسعة وتسعين الف. اه بالنسبة للشيخ زايد. ده اعلى حاجة في الشقة كلها وفي المدن كلها. الشيخ زايد. سعر الوحدة اقل حاجة مليون تلتمية واتسابعين الف. تمام? والاسط الشهري بتاعك في اول سنة هيبقى خمس تلاف تلتمية تمانية وتلاتين. ودخلك الشهري ما يقلش عن تلتاشر الف وخمسمائة جنيه. ده لو عايز تاخد شقة بمليون تلتمية واتسابعين. لو عايز تاخد شقة بمليون ستمية واتبعة وسبعين الف. الدخل الشهري بتاعك ما يقلش عن ستتاشر وخمسمائة جنيه. والاسط بتاع اول سنة هيبقى ستتلاف خمسمائة وتمنتاشر جنيه. تمام? طيب بعد عشرين سنة الشقة دي هتوصل لكام? ارقام طبعا خالية. اه النمزج الاول هيبقى اتنين مليون ستمية ستة وعشرين. والنمزج التاني هيبقى تلاتة مليون ميتين وستة الف. فطبعا ارقام يعني صراحة يعني ارقام خالية. مش مش خاصة بمتوسط الداخل خالص. تمام? بالنسبة العبور. اقل حاجة طبعا سبعمية اربعة وخمسين الف. تمام? وعلى حاجة مليون مية اربعة وخمسين الف. الدخل للشهري بتاعك لو عستاخد اقل حاجة بيبقى ما يقلش عن سبعة تلف خمسمائة جنيه. والدخل للشهري بتاعك في النمزج التاني ما يقلش عن احداشر الف جنيه. طيب سعرها بعد عشرين سنة هيكون كام? السعر الاول هيبقى مليون ربعمية خمسة واربين الف. السعر التاني هيبقى النموذج التاني هيبقى اتنين مليون متين وعشر الف. اخر حاجة معنا ضميات الجديدة. اقل حاجة تسعمية ستة وعشر الف. واعلى حاجة مليون ربعمية وستة عشر. الدخل الشهدي بتاعك في النموذج الاول تسعة الاف جنيه. والدخل الشهدي بتاعك في النموذج التاني ما يقلش عن اربعتاشر الف جنيه. الاول ما يقلش عن تسعة تلف جنيه. والتاني ما يقلش عن اربعتاشر الف جنيه. سهر الشقة طبعا في النموذج الاول هيوصل لمليون سبعمائة تلاتة وسبعين. وسعر الشقة في النموذج التاني هيوصل لتنين مليون سبعمائة واتماشر الف جنيه. اه يا رب يكون طبعا المعلومة وصلت لحضراتكم. لو في اي حاجة مش واضحة يبعتو له تعليقات وهرب عليكم. اه ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو. علشان خطر يوصل لأكبر عدد من الناس ويعرفوا طبعا ايه. اه يشوفوا الاسعار بتاعت الشوء دي بعدشين سنهت بقى كام عشان خاطر ما فيش حد يدخل في الموضوع ده ويبدأ يتورط وما يقدرش يسدد. اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. وفي النهاية بتمنى لحضركم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.